بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم في قناة مليتاري انسكوب وحشتوني جدا في حاجة عاوز أوضحها بسرعة كان فيه خبر انبارح انتشر رغم أننا قلناه من شهر تقريبا احنا قلناه من شهر تقريبا أصحى معايا الخبر كان عن تعاقد الجزاء لإنتاج مادة البولي بروبلين وأن شركة توتالي فرنسية كانت مرشحة في المشروع لكن ما حصلش توافق مع سونة راك لكن تم الامضاء مع شركة أو شركتين أخريتين اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده فمرضتش أعمل حلقة عن الموضوع ده لأننا قلناه من شهر تقريبا فيه ناس ما صدقتش لما نزلت خبر من يومين أن الرئيس تابون أعاد النص الملغي بتاع يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وفيه اللي قال لي ما تحذفش أصلا يا مصري علشان الرئيس تابوني رجعه بيقولوا أن النص في النشيد من زمان وما تحذفش المهم إيه رأيك دلوقت صدقتني الخبر انتشر جدا على فكرة ويعتبر أنا من أوائل الناس اللي على اليوتوب اللي قلت الخبر أنا دايما بحاول أنزل الخبر بسرعة وأحط مصدره ليك علشان كده فيه ناس بتستغرب الخبر نفسه يعني بيقولوا الخبر ده ازاي وجاب نين لأن ما بتكونش لحقة الأخبار دي تنتشر في أكتر مما كان المهم بعد إعادة الجزائر النص الخاص بفرنسا إلى النشيد الوطني لقينا أول خطوة من ناحية فرنسا إنها أرسلت فرنسا اليوم مسؤول رفيع المستوى إلى الجزائر مين ده؟ المدير العام للأمن الوطني الفرنسي فريدريك فو وحسب البيان تمت المحادثات بين البلدين حول مكافحة الجرائم ومن ضمنها الجرائم السيبرانية طبعا أنت عاوز رأيي أنا رأيي أن فرنسا بترمي حبل الود مع الجزائر خصوصا في ظل التوتر الحالي بين الجانبين ماكرون ينتظر زيارة تابون إلى فرنسا أتمنى الزيارة دي لا تتم تتلقي حتى يتم وضع النقاط أولا فوق الحروف دي أمنيتي عاوز أختم بالخبر ده سفيرة أمريكا بالجزائر ترغب في رؤية الخريجين من الثانوية الجزائرية أنهم يوصلوا دراستهم في الولايات المتحدة الأمريكية وقالت كمان أن الجامعات الأمريكية هتكون محظوظة بكده من ناحية فرنسا بتحاول ترضي الجزائر ومن ناحية أمريكا بتحاول ترضي الجزائر ومن ناحيتي بدعوا يوفق ربنا الجزائر لما هو فيه صالح للبلاد والعباد قبل ما أختم عاوز أوجه تحية لأهلي في الجزائر اللي بعتوا لي الحلقة الأخيرة وقالوا لي أنهم من القراس الشبعان والجلفة وخصوصا دار الشيوخ بالجلفة وسيدي بالعباس وبتنة خصوصا مدينة بريكا والبنيدة خصوصا بوفريك وورقلة عارفين معنى ورقلة ايه؟ معناها الرجل الحر وتحياتي لولاية الوادي وخصوصا أم الطيور وتيز ووزو وجيجل الساحلية الجميلة وتلمسان عاصمة الزيانين وقلمة مدينة شهداء 8 مايو رحمة الله عليهم وأسكنهم فسيح جناته وتحياتي لمدينة تهلد في تيارد وعاصمة الشرق خسنطينة وسطيف المحترمين والمعسكر مدينة العلم والعلماء وبومرداس وسوق أهراس وغليزان جوهرة الأوراس ومدينة عين بنيان في الشراقة غرب العاصمة هتقولولي انت عارف كل حتة في الجزائر أقول لكم الله أكبر عليكم وتحياتي لبارفان في غردايا وشعبة اللحم في عين تموشنت وشرشال في تيبازة وعرب المسيلة وعنابة جوهرة الشرق وأكبر تحية لولاية الشلف وحي ابن سيناء في وهران ودائرة في الجوة من ولاية ميلاد أما اللي كلموني من خارج الجزائر الحلقة الماضية تحياتي لهم من مصر إلى برلين وإلى لندن وإلى فرنسا حلقتنا انتهت حفظ الله الجزائر ومتاح الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر